في تقرير الخاص هواية مواطن لبناني تدخيله كتاب جينس ثلاث مرات إذا ما بتعرف صعب تحظر أنه هون بضوء مصبح في أكبر متحف لمجسمات الديوراما والسيارات الصغيرة بالعالم هالمتحف الخاص اللي بيضم اليوم أكتر من 34 ألف سيارة صغيرة وفوق 550 مجسم ديوراما بلش في بطل سيبئات الرلي اللبناني بيلي كرم من 20 سنة ودخل موسوعة جينس ثلاث مرات كأكبر متحف من نوعه بالعالم هايدي الهيوي جتني من أنا وصغير كنت عامل ديوراما وماكتات واتطورت مع الوقت واتصرت بطل لبنان بالسويقة وبالرليات وبالهيل كلام قررت أشتري سيارات أي سقطة بعدين السيارات أي أنا كنت أسس نادي بورش كلوب لبنان كنت شفيه سيارات البورشي بعدين كل السيارات أي ما فيك تشتريها وجعبين لك تسوء أو تجيبها الصيد بيلي مع هالمتحف ملفت جدا فهو قرر أنه يجسد اللحظات يلي عيشه والأماكن يلي زار بها المجسمات بدقة مدهشة مثل هاللحظة بإحدى سيبئاته يلي خلد بكل تفاصيله من خلال هالمجسم مطارات حلبات سيباء أصور قديمة كل أماكن زاره وتجارب خلد بيلي بمتحفه يلي بتوصل مسيحته لألف وستمائة متر مربع على طابقين تتكمل هالمجسمات المميزة بده وقت وجهد كبير وأهم شي بده قطع من كل بلدان العالم هيدا طراب لبناني أصلي هيدا غازوم جيبه من ألمانيا هيدا من مكات من بره أصصها وعملها هيدا الماي ريزين حط ريزين اتنين بيعمل برودويت شيميك بيجمد بعد نص ساعة العربية جيبهون من ألمانيا البيت من لبنان من جعيتا الشجرية من ألمانيا والباقي كله معمول بالصين مثلا هيدا أخدت شي جمعة تقريبا بده وقت وما عندي أنا كل نهار فادي أنا بشغل من الخمسة للعشرة بالليل بالمتحف هيدا المتحف بيفتح أبيبه مجانا للطلاب وشباب وبيحملهم رسالة مهمة بدي هالجيل الجديد يتعلمها يعرف أنه السيارة معمولة تتحمي مش معمولة تتقتل هالسافتي اندرود مهم كتير لأنه ما في دولة عم بتساعد عن سافتي اندرود هيدا من وجباتها نحن نعملها نوعي هالجيل الجديد هواية بيدي كرم أدت إلى وضعه على ثلاث طوابع من فئة الإصدارات الخاصة بخمس دول أفريقية أما باللبنان فمجهوده الخاص والمميز ما حرك الجهات الرسمية بعد نحن موجودين حاليا فوق أكبر مجسم لقطار متحرك بالشرق الأوسط ولكن بـ 11 تشرين الأول رح تزور لجنة جينس هالمكان ورح يحقق بيدي كرم رقم قياس جديد كأكبر متحف للمجسمات الديوراما والسيارات الصغيرة جورج عيد أم تي في